أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق وسطية عندما تحدثت يدعوت أحرانوت نقلاً عن المسؤولين الإسرائيليين في تقييم مباشر لما سمي بجناح صيون فإن 99% كل الهجمة الإيرانية اعترضت إلى 1% 99% تم اعتراضها هذا الرقم غير الذي تتبناه أمريكا في واقع الأمر وتصل إلى حوالي 12.35% وعلى كل حال فمن كسر من هو هذا الصاروخ الذي كسر لوحده بـ 1% الدفاعات الجوية وآخر ما لدى الولايات المتحدة الأمريكية فلنس بريطانيا آخر تكنولوجيا الغرب شاركت في الاعتراق فما هو هذا الصاروخ الذي كسر هذه العقيدة الغربية القوية جداً؟ إنه صاروخ خيبر الذي وجه مباشرة إلى القاعدة التي انطلقت منها طائرات الأعف 35 باتجاه العملية التي قصبت فيها إسرائيل القنصلية أرسل صاروخ باليستي واحد من الجيل الرابع يسمى أيضاً خرم شهر أربعة أي الجيل الرابع من خرم شهر أو خيبر خيبر وصل مباشرة إلى هذه القاعدة بـ 1500 كيلو جرام وهذا هو الأمر الواضح 1500 كيلو جرام وصلت إلى هذه القاعدة واعترف انظروا أمامكم هذه الفقرة الجيش الإسرائيلي عبر ناطق يؤكد أوصول صاروخ إلى هذه القاعدة واعتبر ذلك بمثابة ضربة في البنية التحتية لهذه القاعدة خرم شهر أو خيبر الباليستي الدقيق والذي يتجاوز جميع الدفاعات يعمل بالوقود السائل وهو من الجيل الرابع لمدى الـ 2000 كيلو متر بـ 16 مخ 16 ضعف سرعة الصوت كما هو معهود ومعلوم أن لديه محرك إيراني بتصنيع مباشر محلي ساروخ خيبر هو الذي أصلح الآن المخيف للغاية والذي يمنع الرد الإسرائيلي القوي والحاسم كما سلف أن ذكر وبالتالي فإن اليوم هناك بايدن وإسرائيل تتدارسان قضية الرد على ما سمي بالهجمة أو الضربة الإيرانية على إسرائيل وما دام أن ضرب إسرائيل بالصواريخ الباليستية هذا يستدعي مباشرة ضربة بالصواريخ الباليستية فكان واضحا أن الخط الأحمر الذي كسره الإسرائيلي كسره لأن الأمر كان متعلقا فقط بالدرونات إطلاق الدرونات وبعدها كان واضحا أن جميعها لأنها لم تكن لها تقنية عالية إذن إمكانية اعتراضها قائمة وبالتالي فإن الأردن شاركت بطائراتها في إسقاطها دول عربية أخرى ضمن التحالف الأمريكي كل الأجواء شاركت في إسقاط هذه المسيرات وعلى العموم الآن فإن إيران أنهت هذه المهمة ردا على ما حدث لسفارتها وبالنسبة لإسرائيل تفكر في الرد الآن الأمريكي صاحب الدين الأول لعدم التصعيد فإن له أيضا مسؤولية خاصة لا تريد الآن إيران أن تثيرها أن تشارك إسرائيل في الدفاع عنها فهذا قرارك أيضا لن أتدخل في اعتراض ما يجب أن تحميه لكن بالنسبة لوضعية المختلفة وضعية المشاركة مع إسرائيل في أي ضربة في العمق الإيراني مصدر الإيران سيكون بالتدمير المباشر وهنا فإن الواضح ما هي الدرونات التي شاركت هي أقل الدرونات إذن هذا كان أمرا بارزا ومعلوم أن الدرونات قابلة بعد هذه الساعات من الإطلاق وإلى الوصول إلى الهدف كل هذا يأخذ وقته وأيضا بالنسبة للأمريكيين وقد استخدموا آخر ما لديهم خصوصا بالنسبة للحدث الجهر الثالث وهذا الصاروخ الذي يمكن أن يعترض من خارج الغلاف الجوي بالنسبة لمحاولة تضخيم أرقام الصبريخ الباليستية والأمر لا يتعلق بأكثر من مئة صاروخ على العموم وهو قابل للاعتراض لكن في نفس الآن فإن خيبر هو الذي أطلق من أجل عدم الاعتراض أطلق ويجب أن لا يتم اعتراضه وفعلا وصل إلى هدفه ووصل إلى ضرب هذه القاعدة التي انطلقت منها الطائرات التي استهدفت القنصرية فكانت هذه الإشارة المباشرة بالنسبة للباليستي بالوقود السائل خيبار أو خرم شهر أربعة إذن هذا هو التطور المركزي لأقفال الضربة الإيرانية واليوم إسرائيل والولايات المتحدة تبكران معا في الرد على إيران وهنا لا بد من التأكيد أن مصادر من إيران ستتعاطى معها وبشكل مباشر إيران وأن حالة الاستعداد عالية تماما كما كان الحال بين الأمريكيين وما بين البريطانيين ونزور قوات فرنسية كما تقول الوستوري جرنل القوات الفرنسية على أرض إسرائيل وهذا هو التطور الاستثنائي الطائرات البريطانية كانت تحلق وأيضا تقصف في الدرونات الإيرانية هناك ثلاث دول عربية بالإضافة إلى بريطانيا فرنسا وأيضا الولادة المتحدة الأمريكي كما هو معلوم والإسرائيلي إذن نحن نتحدث عن جبهة واضحة ما يسمى بجبهة السبعة والسبع دول هذه هي التي شاركت بشكل مباشر في إبعاده هذه الردود الآن ليس هناك هجوم مركب عبر المئة للمئة لأن لا ردنا يريه إلى الآن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية لم تعتبر أن حالة الإطلاق في نفس الأجواء ما يحدث بين حزب الله وإسرائيل جزء من هذه المعركة فصلت الضربة عن العمليات المتواصلة ما بين حزب الله ولبنين أيضا بالنسبة لحالة الإطلاق التي اعتبرت ضمن المهام التي بدأت قبل الضربة الإيرانية وبالتالي فاعتمدت على أنها روتين لذلك فقد فصلت بشكل كامل ما بين الضربات الروتينية لحزب الله أو لأنصار الله بخصوص إسرائيل ضمن توفان الأقصى وما بين الضربة الإيرانية فكان هذا أبرا محسوما عند الأمريكيين المسألة الأخرى على الأقل بالنسبة لإيران قد فصلت ما بين كل الصواريخ والدرونات وما بين خيبر من أجل أداء مهمة يجب أن يصل إليه الإيراني وقد وصل إليها بإطلاق صاروخ موجه إلى قاعدة وإعلان هذه القاعدة والوصول إليها مما يعني أن كل الدفاعات الجوية الإسرائيلية والأمريكية لا تستطيع أن تقوم باعتراض خيبر إذن هذا هو الصاروخ الذي إن أطلق على إسرائيل مثلا فيمكن تدمير أخرى بالأهداف التي وضعت في الأجندة سيصل إليها الإيراني إذن الرسالة التي تحمي إيران رسالة خيبر رسالة أن هناك صاروخا يتجاوز حدث ولم يستطع التعامل معه هذا الذي يريده الإيراني ووصل إليه إذن الرسالة المحورية والأساسية هي أن صاروخا إيرانيا غير قابل لإعتراض بحدث أو بكل ما لدى الأمريكيين آخر تكنولوجيا ما يسمى بالنظام التفاعي الإضافي الذي سلم لإسرائيل وللمنطقة كلها انطلقا من كريت أيضا في قاعدة البريطانية في قبرص وأيضا من البردن في قواعده الأمريكية إذن كل هذا ولم يستطع تحت أي ضرف التعامل للآف 35 آف 15 آف 18 والآف 16 كلها شاركت ولم ينجح أي أحد لا في اعتراضي هذا الصاروخ ولا في متابعته وأيضا بالنسبة لحدث من خارج الغلاف الجوي لم يستطع التعامل معه بـ 16 مخ مما جعله يصل بسرعة قياسية ويضرب حيث يشاء وهذه هي الرسالة إن تكرر الوضع سنجد صواريخ خيبر شكرا جزيلا وإلى اللقاء